اجتمع سعادة الدكتور عبدالطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية مع معالي السيد اف موريل دهارن وزير الدولة للشؤون الخارجية في جمهورية الهند وذلك في إطار زيارة رسمية التي يقوم بها معاليه إلى مملكة البحرين وخلال الاجتماع رحب سعادة وزير الخارجية بمعالي السيد اف موريل دهارن موشيدا بمتانة علاقة الصداقة التاريخية القائمة بين مملكة البحرين وجمهورية الهند وما يشهده التعاون الثنائي بين البلدين من تقدم وتطور على كافة المستويات في إطار التوجيهات الكريمة من لدن جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه وفخامة الرئيس الهندي والحرص المشترك على تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة واستعرض سعادة وزير الخارجية نتائج الاجتماع الوزري لللجنة العليا المشتركة بين مملكة البحرين وجمهورية الهند الصديقة الذي عقد في نيو دالهي خلال إبريل الماضي ومتابعة ما تم إقراره في اجتماع اللجنة مؤكدا سعادته اهتمام مملكة البحرين بمواصلة المشاورات الدورية رفيعة المستوى بين البلدين الصديقين معربا عن تطلعه إلى توسيع أفق التعاون المشترك في مختلف المجالات من جانبه أعرب معالي سيد أف موريل دهارن عن سعادته بزيارة مملكة البحرين مشيدا بما وصلت إليه العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين وجمهورية الهند من مستوى متقدم وما تتسم به من احترام وتقدير متبادل مؤكدا رغبة بلاده في تعزيز وتنمية هذه العلاقات في مختلف المجالات وتكفيف التعاون المشترك مع مملكة البحرين بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين متمنيا لمملكة البحرين دوام التقدم والازدهار مملكة البحرين